السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ياربوا كلكم في أحسن حال فيديو النهاردة بقى يا جماعة طريقة جديدة لقاعدة التدوير بس هنطلع في الآخر بفكرة عبقرية النتيجة مبهرة الخمات زي ما انتوا شايفين كده رول المناديل وفوتة مبللة بالمية هنبلل المناديل النهاردة يا جماعة وهتشوفوا فكرة تحفة أتمنى أنكم تكملوا الفيديو للآخر وتشجعوني وتدعموني بتعليقاتكم الجميلة وكلامكم الطيب وتشاركوا الفيديو مع كل حبيبكم ويلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله أول حاجة بقى يا جماعة معايا البرطمان ده كان بتعغيره وخالص فقلت بقى لازل نستغله في ايه في قاعدة التدوير فجبت بقى مربع من الكرتون وفي النص المربع كده ايه عملت دايرة على قد الغطب بتاع البرطمان تمام وهبدأ أفرغ بقى الدايرة بالقطر بالشكل ده والدايرة دي يا جماعة هنشيلها لأننا هستخدمها في حاجة تانية وبالنسبة بقى للمقاسات فأنا مش هقدر أقول مقاسات لأنه انتوا هتستخدموا مقاسات على قد الحاجة اللي انتوا هتستخدموا عليها تمام فمش هينفى ان انا أقول مقاسات معينة طيب هبدأ بقى بروز المربع الكرتون ده من الاربع أجناب كده بالكرتون ومن تحت بمسدس الشمع كده وهبدأ ايه واحدة واحدة كده هبروز ايه الاربع أجناب ياريت بقى تشجعوني كده وتدعموني كده بتعليقاتكم الجميلة وكلامكم الطيب وتعملوا شير للفيديو مع كل حبيبكم انا هنا هوا يا جماعة خلصت الاربع أجناب عملته من تحت كمان وده بقى شكله هو ومن فوق كده من عند الغطة هبدأ برضو اعملوا امشي عليه بمسدس الشمع عشان ايه يبقى ثابت والدايرة اللي انا قطحتها من فوق اهو حطتها في القعدة من تحت وده بقى شكله هو يا جماعة نيجي بقى للملك بتاع الفيديو بتاع النهارده بقى يا جماعة الفكرة بقى الجديدة بقى والعبقرية انا جبت فوطة وبلتها بالمية وهبدأ بقى هجيب المناديل هبللها بالمية بالشكل ده وهعملها رول تمام اهو بايدي انتوا هتلاقوا الدنيا سهلة خلص معيكو اهو هعمل معيكو كزا واحدة برضو عشان ايه تفهموا الفكرة اهو يا جماعة بصوا بحطها على المية وهبدأ بقى ايه بعملها رول كده بايدي اهو طبعا الموضوع ده انا هعمل منه كمية عشان ايه هستخدمها في الفكرة بتاعت النهارده بامر اللي انا عملت هول كمية يا جماعة هبدأ بقى امسك تلاتة مع بعض بماشبك او باي حاجة او اي حد يمسك اصادك يعني وهبدأ ايه اضفرهم بالشكل ده كده هو اهو يا جماعة تمام الفكرة بامر اللي هتعجبكم جدا 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 طيب انا هبدأ بقى اجيب العلبة اللي انا عملتها وبالغيرة كده يا جماعة هبدأ لزقها وطبعا غيرة بدون اي اضافات لان المناديل اصلا مبلولة فمش هتلزق معيكم فلازم الغيرة تكون بدون اي اضافات يا جماعة اهو انا هبدأ بقى ايه هعمل كده الخطوة دي هقررها بقى لحد ما خلص المنظم بالكامل كده هعمل الضفاير وهرصها جنب بعد اهو زي ما انتوا شايفين كده والغيرة يا جماعة زي ما اكدت عليكم تكون يعني مش ملهاش اي اضافات تكون غيرة سادة كده ما فياش اي اضافات عشان المناديل تلزق معاكم وخصوصا ان هي هتكون مبللة اهو يا جماعة تمام هبدأ بقى هلف معاكم المنظم بالكامل وهرجع لكم تاني طيب انا خلصت هنا اول صف يا جماعة وبدأت بقى في الصف التاني طيب بنيجي بقى عند الزاوية اللي في النص وبنحط واحدة عادي جدا اهو وبقفل بيها تمام الموضوع سهل جدا والله ان شاء الله والنتيجة هتعجبكم اوي 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 اتمنى انكم ما تقفلوش الفيديو وتكملو للاخر والجاعة الكتاني اهو يا جماعة بعد بقى ما خلصت اهو بالكامل تمام هبدأ بقى اجيب ضفيرة ومن فوق كده من عند الغطى هبدأ الفه بالضفيرة دي اي بقى حاجة طالعة اي حاجة لخلى اي عب كده يعني الامر ما يسلامش فهي بقى دي هتداري كل حاجة بقى اهو الخطوة دي مهمة جدا اهو يا جماعة هبدأ الفه بالكامل كده بالضفيرة هيبقى شكلها تحفة بجد هيعجبكم اوي يا جماعة والفكرة بجدها تعجبكم اوي تحفة اهو هبدأ برضو هلزقها بالغيرة اهو يا جماعة زي ما انتو شايفينها كده اهو دارت كل حاجة تحفة بجد طيب بعد كده بقى اجيبت رول كده وهعمله ايه فيونكا ركزوا بقى في الخطوة دي شوفوا انا هعملها ازاي اهو تمام اهل فيونكا يا جماعة اتعملتها هي شكلها حلوة اوي اوي هبدأ برضو هلزقها على المنظم برضو بالغيرة طبعا كل ده والمناديل مبللة يعني انا كل الشغل ده يا جماعة والمناديل معي مبلولة فانا بقى بعد ما خلص الخطوة دي هسيبها لحد ما تنشف برضو تماما يعني طيب القاعدة هبدأ اجيب قاعدة من الكرتون ومناديل كده مع الغيرة وهبدأ هلف الكرتونة كده بالمناديل برضو اهو وهبدأ ايه هلزقها برضو في القاعدة من تحت وهسيب المنظم بقى لحد ما ينشف خالص هنا بقى المنظم نشف خالص والكتعة اللي انا حطيتها على الغطة دي كانت بتاعة ازازة برفين قديمة عندي فحطيتها على الغطة من فوق كده زي ما انتم شايفين كده تمام وهبدأ بقى هلونها باللون الاحمر اللون الاحمر يا جماعة هدخلوا مع لون الدهب بجد مش هتصدقوا النتيجة تحفة شكله حلوة قوي 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 احلى من الاسود كمان واللون بقى يا جماعة كمان مع المناديل شكله حلوة قوي بجد المناديل وحيات ربنا شكلها تحفة على الطبيعة يعني اكيد طبعا في الفيديو مش ظهرة بس على الطبيعة حلوة قوي بجد بجد بحلوة قوي مديها شكل حلوة قوي ومع اللون كمان حلوة قوي قوي فاتمنى تكوني الفكرة يا جماعة تعجبكم وتشجعوني وتدعموني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وتشاركوا الفيديو مع كل حبيبكم وهنا بقى يا جماعة بعد ما خلصت اللون اهو عملت الفيونكة باللون الدهبي وهبدأ اعمل الغطى برضو باللون الدهبي بصوا يا جماعة اللون الاحمر مع اللون الدهبي وحيات ربنا انا مش قادرة اوصف لكم الجمال اللي قدامي اللي انا شايفاه تحفة تحفة بجد حلوة قوي 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 وهنا بقى يا جماعة هبدأ بقى كده ايه اذاكرشه كده باللون الدهبي المنظم نفسه اذاكرشه كده باللون الدهبي بصوا انا قدامي والله تحفة فنية بجد شكله حلوة قوي 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 شايفين العربة في الاول كان شكلها ايه ودلوقتي بقيت عاملة ازاي بجد يا جماعة يعني ممكن الناس تستصعب الموضوع بس عشان تعملي حاجة حلوة ومميزة ويبقى عندك تحفة فنية في بيتك حقيقي فانت لازم تتعبي بجد يا جماعة شكله حلوة قوي 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 ومختلف وجديد اتمنى تكون فكرته عجبتكم وتشجعوني كده وتدعموني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وتشاركوا الفيديو مع كل حبيبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة